بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم أيها السادة والسيدات الحضور نجتمع اليوم في تأبين الشهيدين شخصيتين مؤثرتين كبيرتين في تأريخ بلدنا القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس نائب الرئيس هيئة الحشد الشعبي والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني الذي أتانا في لحظة عصيبة وشارك مع قواتنا المسلحة وشارك مع مواطنين في التصدي لداعش وإنقاذ بلدنا من هجمة إرهابية خطيرة كانت تعصف بنا لقد غادرنا الشهيدين القائدين وهما مؤمنين بأن شهاد غاية المراد وأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود في سبيل نصرة المظلوم والوقوف بوجه الظلم والاستعباد فجسد الشهيدان كل هذه المعاني سيداتي سادتي في هذه المناسبة نستعيد بفخر الانتصار الذي تحقق على داعش الإرهابي وإفشال مشروعه الخبيث الذي كان يهدد المنطقة والعالم وتمكننا من تحرير مدننا من دنس الإرهاب بوحدة وصمود شعبنا بمختلف أطيافهم ومكوناتهم وبسالة قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرقة ومكافحة الإرهاب وبفتوى أجهاد الكفائل المرجع على آية الله العظمى السيد السيستاني دعم ظله والتي كان لها الأثر الكبير في هذه المواجهة المصيرية وبدعم وإسناد من الجيران والأصدقاء والتحالف الدولي واليوم نحن أمام مسؤولية وطنية كبرى تتجسد بحماية الانتصارات المتحققة وتعزيزها والعمل على ضمان عدم تكرار المعاسي الإرهابية وقطع الطريق أمام خلايا التطرف والإرهاب التي تنشط بين الحين والآخر في محاولة يائسة للعبث بأمننا واستقرارنا ويستوجب ذلك توحيد الصف الوطني والتكاتف من أجل حماية السلم المجتمعي ويتطلب أيضاً الإصلاح البنيوي والجذري لتوثير الحياة الحرة الكريمة لمواطنين وأبناء شعبنا وذلك وفاءً لدماء شهدائنا الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم الكريمة من أجل الذوذ عن الوطن وكرامته ورفعته وينتظرنا اليوم استحقاقٌ مهم عشية إنتقادي مجلس النواب الجديد للشروع بتشكيل حكومةٍ جديدة يجب أن تكون مقتدرة وقادرة على النهوض بمهامها والتصدي للتحديات الجسيمة التي تواجهها بلدنا وتواجهها المنطقة إذ لا بد من تحقيق الإصلاح الجذري والبنيوي وتلبية تطلعات الشعب العراقي والمواطنين العراقيين في كل أنحاء العراق في الحياة الحرة الكريمة وذلك من خلال تثبيت أركان الحكم الرشيد وترسيخ مرجعية الدولة دولةٍ مقتدرة محترمة بسيادةٍ كاملة تخدم مواطنيها وتسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في أمنٍ مع شعبها وجوارها كما نؤكد سيداتي سادتي على ضرورة إنهاء الأزمات المستحكمة في المنطقة باعتبار ذلك حاجة ملحة ومصلحةٍ مشتركةٍ للجميع إذ أن استحكام الأزمات والصراعات تمنح فسحةٌ للبؤر الإرهابية والجماعات الظلامية ونقطة الانطلاق إلى إنهاء تلك الأزمات هو تثبيت العراق المستقر المستقل ذات السيادة القادر على لعب دوره المحوري في لم شمل المنطقة وتثبيت أركان منظومةٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ واقتصادية خادمة لشعوب المنطقة وتوحد الجهود في مواجهة الإرهاب والتطرف الرحمة والخلود لشهداء العراق وسلامًا على الشهدين يوم قاتل داعش ويوم أسهم في الانتصار عليه حمى الله العراق من كل مكروه وكتب لشعبه النصر والعزة والكرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر